اشتركوا في القناة وانا ايضا مسرور وبوسك انت ناديني جون وكيف اناديك خالد خالد حسنا شكرا سابدأ بمقتطف من كتابك اعترافات قاتل اقتصادي بدأت كتابك بالكلمات التالية القتل الاقتصاديون هم رجال محترفون يتقاضون اجور عالية ويقومون بسلب تريليونات الدولارات من شرطة دول العالم الامال التي تحصل عليها تلك الدول من البنك الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها من المؤسسات الاجنبية يحولها القتل الاقتصاديون الى خزائن المؤسسات الكبرى والى جيوب اغنى العائلات التي تتحكم في مصادر الثروات الطبيعية سؤال الاول متى ولماذا ظهر القتل الاقتصاديون ولماذا كانت امريكا بحاجة الى هؤلاء الاشخاص اعتقد ان اول بلد بدأ هؤلاء الاشخاص العمل فيه كان ايران في بداية الخمسينات وكان رئيس الوزراء الذي انتخب حين ذاك هو محمد مصدق وكان قد بدأ في تنفيذ سياسة تأميم النفط لكي تنفق عائداته على احتياجات الشعب كان مصدق يطمح الى ان يصبح زعيما حقيقيا لايران لذلك شرع في اجراء محادثات شديدة اللاجة مع اكبر شركات النفط البريطانية الايرانية بريتش بيتروليوم وانمح مصدق الى انه على الشركة ان تدفع حصة اكبر من عائدات النفط للشعب الايراني وان لا سيكون عليها ان تنسحب من السوق الايرانية عمليا كانت تلك بداية تأميم النفط لم يكن البريطانيون حين ذاك يلعبون دورا سياسيا كبيرا في ايران وكان الرئيس الامريكي دويت ايزنهاور يخشى كثيرا ان تقرب هذه العملية بين الحكومة الايرانية والاتحاد السوفيتي الذي اضحى حينها دولة نووية وكان ايزنهاور يدرك ان تدخل العسكري في شؤون ايران الداخلية وفي كل ما كان موجه ضد محمد بصدق سيثير مشكلة خطيرة بين الاتحاد السوفيتي وامريكا ربما تؤدي الى نشوب حرب نووية عندها اقنع وزير الخارجي الامريكي لاندلس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون دولس اقنع ايزنهاور بارسال عميل لوكالة المخابرات المركزية الى ايران للمساعدة في الاطاحة بمصدق وكان هذا العميل الذي توجه الى ايران في مهمة خاصة هو كيرمت روزفيلد حفيد الرئيس الامريكي الاسباق تدور روزفيلد سافر الى ايران حاملا عدة ملايين من الدولارات وسرعا ما استطاع ان ينظم مظاهرات بدت وكأنها شعبية معاذية لمحمد مصدق اما في واقع الامر فقد نظمت هذه المظاهرات مجموعة صغيرة من الاشخاص الذين تسلموا مبالغ كبيرة من المال الامريكي باقتصار تمكن كيرمت روزفيلد من الاطاحة بمحمد مصدق ووضعه قيد الاقامة الجبرية حتى اخر ايامه وتمكن روزفيلد من اعادة الشاه المخلوع الى ايران لقد عملت لدى شاه ايران عدة سنوات وحين ذاك تسنى لي الاطلاع على بعض اسرار وخفايا هذه العملية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية والبيت الابيض بكل نجاح تصور ان ذاك انك ستساهم في خلق مشاكل اقتصادية للعديد من البلدان وبالتأكيد لم يخطر على بالك انك انت بالذات من سيتحمل قصة من المسؤولية عن ذلك في حقيقة الامر كانت كليات الاقتصاد في ذلك الزمن بل وحتى في هذه الايام توحي الينا بان الاشياء التي نفعلها ونواصل فعلها هي اشياء سليمة لا ضير فيها كانوا يعلموننا اننا اذ نستثمر مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية للدول المتخلفة كالاكوادور او اندونيسيا حيث نشيد محطات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء وشبكة المواصلات وما الى ذلك انما نعمل بذلك على تطوير اقتصاد هذه البلدان وبالفعل كانت الدراسات التي نقوم باعدادها تؤكد ذلك ولكن ما لم تعكسه تلك الدراسات هو انه مع تطور اقتصاد البلاد الوهمي انما في الحقيقة تزداد العائلات الحاكمة في تلك الدول ثراءا وبمعدل اسرع بكثير اما الشعب فيزداد فقرا لانه هو الذي تقع عليه اعباء تزديد الديون التي انفقت على هذا التطوير وبوسعي القول انني حينا ذا كنت اظن انني اتصرف تصرفا سليما واساهم في تقدم الدول النامية واذا ظهر رئيس او زعيم ما لم يشأ قبول المشاريع الاقتصادية التنموية التي كنا نعرضها فكان ذلك يثير استغرابي لانني كنت مؤمنا بانني اتصرف على نحو صحيح تقول في كتابك خلال 30 او 40 عاما بنينا نحن القطر الاقتصاديين اكبر امبراطورية في تاريخ العالم ماذا قصت بالامبراطورية يعني اي نوع من الامبراطورية تلك نعم فعلا اعتقد انه قد جرى تشهيد اول امبراطورية عالمية حقيقية دون استخدام القوة وتوسيع الحدود الجغرافية استخدمنا الادوات الاقتصادية وحدها انجزنا ذلك عن طريق استعبال البلدان الاخرى وقالت يا استخدمنا الاسلوب المعروف العصى والجزرة في البداية كنا نعرض على زعماء دول العالم الثالث وحاشيتهم ان يصبحوا اغنياء اذا موافقوا على قواعد لعبتنا فاذا لم يوافقوا كنا ننحيهم بكل بساطة عن مناصبهم كما فعلنا مع مصدق الاكثر من ذلك انه كان بوسعنا ان نلجأ حتى الى القتل كما فعلنا مع قادة اخرين وقمنا بتصفيتهم او لطاحة بهم امثال سلفادوراليندي في تشيلي اكوبو اربينس في جوتيمالا باتريس ليمونبو في الكونغو مقوادينديم في فيتنام الجنوبية محمد مصدق في ايران بعد ذلك بفترة حدث نفس الفعل في اندوراس ضد الرئيس منويل سيلايا ومنذ فترة حاولنا ذلك مع هوكو جافيز في منزولا ورئيسي الاكوادور اما من وفق على شروطنا فقد وفروا انفسهم ولأسرهم حياة الرغم يانيكا نكولشي يانيكا نكولشي